انا مسلا لو ابني لسه مسك الموبايل قريب بقله كم سنة. مسلا. وانا شك ان في حاجة كده مش مرتاحة. ايه هي الحاجة? ايه هي الحاجة? انه بيتفرج على حاجة من ورايا. مسلا. انه يعرف حد انا مش عارفة ايه. انا حد ضغط عليه مبتز واتقافة. وقررت انه هو نيم ان انا افتح موبايل لبص فيه. مم. حريك عايز تقول انه ده غلط? ده غلط. طبعا لا ما بيعملوش كده والله. هما. والله بس بيعملوش. ما انا هقولك هقولك اهو ده. اقولك على حاجة برا في في دول كتيرة بيعملوه الموبايل بقى تحديدا بيعملوه زي عقد كده. اللي هو انت بيبقى لك الحق ان يبقى معك الباسورد. حتى. خلاص? لكن لا تستخدميها. في فرق ما بين ان انت عندك الاكسس. حتى لو انا شك ان فيه مصيبة. قولي له. شجعين ان هو اللي يحكي لك. عمره ما هيقول يا دك. لا هيقول. لو هو متطمن وعارف انك هتتفهميه وعارف ان انت رد فيه. بصي انا بقولك. الحل مسلا في موضوع زي الموبايل ده. ها? ما احنا نوصل لحلول? خلينا نقول لحلول. خلي عندك وعي ان انت مفاهمة ابنك او بنتك انه انا لازم يبقى معايا. انا عملك ده معاولي. الباسورد بتاع الكليفوناتكم. انا مسلا بصيت في موبايل حد حاجة ما عجبتنيش. مش هروح اقول له على فكرة انا بصيت في موبايلك وكزا ما عجبنيش. بس احاول احتويه اوي زيادة. لحد ما هو يجي يحكي هالي. بس لازم هبص من وراه. ما هو ده اللي ما انا بنقول بقى الحكاية المفروض انها ما بتتجزقش. يعني هي المفروض. بس في الواقع بتتجزق. في مرة من المرات انت او مرات كتيرة اوي هو مش هيعرف. لكن لما يعرف ويشوف انك بتتلصصي عليه. بتخترق خصوصيته سواء هو او هي. ده بيفقد العلاقة اللي بينكو السق. فخلي بالك احنا دلوقتي ما هي ما هي بصية. هي مغمرة محسوبة. طب سؤال. نعم. لو ابني قدمي اقتره حبيبي هاتر موبايل لو سمحت عايز اشوف حاجة. انا استأذن طب. حلوة. عايزين ايه بقى? طب هو هيقول ايه? لو قالك اتفضلي. ليه يا ماما? ايوة. عايز اشوف حاجة يا حبيبي بس كده. لو قالك اتفضل. طب لو قالك لا. ما هو ده السؤال انا كنت اسأل. ايوة لو قالك لا يا ماما. ليه يا حبيبي انت انت بخبي عني حاجة? لا هيقولك لا دي خصوصية. انا لما انا ده تليفوني وانا مفيش حاجة غلط. وانتي عايزة تشوفي ايه وانا اقولك. تحرق دم يا دكتور. لا مش بحرق دم. عايز علي الضغط. انا بقولك الصح. عايز علي الضغط. بصي بصي. ما هو في فرق ما بين. ان احنا. انا معاكم. هنمسل ان احنا بنعمل الصح. حلو. ولا نعمل الصح فعلا. ايوة بس في صحي بيبقى تقيل على الامهات. حطوا نفسك وما كان. هقولك ليه. في الزمن اللي احنا فيه. بالحاجات الولاد متعرضين. وباللي بيتفرجوا عليه. بالبلاوي اللي حصل حوالينا وحوالي ولادنا. بتخليني انا وكل الامهات اللي معين انا والادي صغارين على الفكرة ممكن يكون نقطة في بحر امهات تانية بيتشدش عارف مواضيع تانية. عارف. عارف. مش مفروض. خايفين. خايفة. عرفت النزمي الابني في الفصل اتمسك في الفصل مسلا وصاحبه انتيم. وموبايله عليه حاجات مش كويسة ومنافية للسنة وللأداب ومش. عايزة تطمن على ابني. ومش راضي يقول لي. حاولت حاسس ان انا هو برضو اكتر واحد عارفني. والاودينس بتاعي زي ما حضرتك قلته. اه. جمهوري ابني. حاسس ان انا شكة فيه. حل. فساكت ومداري وموبايله في ايده. حاولت بقى من ورابه. هسألك سؤال. هسألك سؤال. انتي لما تعرفي هتعملي ايه? هتكلمه بالراحة واخد باري. فما تكلمي بالراحة من قبل ما تعرفي. ما تقولي له. على فكرة هنسترجع بقى المشهد العبقري بتاع فاتن حمامة مع شام سليم في امبراطورية ميم. هي لما تأكدت وهي بتربط له كارفاتة انه كان بيشرب سجاير. ماهو كل عصر له. ليه القافة بتاعه. له سقطاته. احنا دلوقتي بتتكلمي عن سقطات العصر المرتبطة بالتكنولوجي. في الوقت القديم ده كانت السقطة مرتبطة انه ازاي يشرب سجاير من ورا مامته. او انه يشرب سجاير. هل هي قالتلو انت بتشرب سجاير? هي قالتلو كزا كزا كزا? فقيتلوش حاجة خالص وهي بتعمل لك كارفاتة قالتلو ايه? قالتلو انت 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 تخسر اخلاقك وصحتك. قالتلو لو هتخسر حاجة ها? اخسر حاجة واحدة اخسر صحتك بس ما تخسرش اخلاق. طب ممكن اسألك سؤال. احريك شايف ان الجيل ده نفس الجيل ده زيه. لان لازم الامهات والاباء يعملوا يشتغلوا على نفسهم ويبقوا او يبقوا متوائمين مع التطور كمان اللي حصل. هارجع واقولك تاني. الموقف اللي انت حكتيه بتاع ان الابن الام اللي ابنها عايزة تطمن وانه زميله في الفصل مش عارف بالمباقل وكزا وكزا وكزا. دورك انت كام عارفة المفروض ايه? انك تقوليله. تقوليله. الحاجات دي غلط. والحاجات دي حرام. والحاجات دي مش مش كويسة. والحاجات دي كل اللي بيعملوها بيبقوا منبوزين اجتماعي. ما تقوللوش هات تليفونك. انت بتحذريه. عارفة ليه? لانه حتى لو كان المراهق ده. ها. يفعل التصرف الخاطئ. انت بتديله خط راجعة. انه هو يتراجع. هو اللي يصحح خطأ بنفسه. ما يصححش الخطأ بناء على الضغطة او بناء على فكرة. انه هون شوفك. بالزبط كده. طيب هو نقطة المراقبة. المراقبة احنا قلتنا. على فكرة. وارد كمان ما هو طبيعي ان انت مثلا بتبقي عاملة في حاجة اسمها مثلا تتبع بتاع التليفون. ما هو ده للامانة. يعني للامان قصدي. لتصدير الاحساس بالامان. آآ وارد انك تبقي معاك الباسورد بتاع تليفون ابنك او بنتك. ده علشان برضو لو في حاجة مثلا حاجة طرق او عايزين نفتح التليفون او حاجة زي كده. اهم حاجة ان احنا نبقى بنيين الخطوة او بنين التصرف على فكرة الثقة مش فكرة التلصص او فكرة انعدام خصوصيتك. لانه هو المراهق بيكتهد جدا وملخص حياته وراهن حياته كلها على فكرة الخصوصية. انه مش عايز حد يعرف هو بيعمل ايه او حاجة زي كده. انت فاهم حاجة من الحاجات اللي هو حاسس انها بتكون شخصيته. تمام. يبقى ارجوكو ما اترقبوش. اعرفو حتى ما بلاش حكاية اللي هو كل فترة اقول لبنتي اقول لبني وريني تليفونك. لا ما تقولي لوش كده. انما تنصحي تنصحي تقولي ايه? وانتي بتقولي لسه من شوية برضو احنا في الفصل بتقولي الامهات مش انتي بس. الامهات بصفة عامة بيبقى عندهم احساس لما اللي قدامهم بيبقى عمل حاجة غلط ان جنرال. وولادهم بشكل خاص. يعني اللي هو في بصات كده الام بتبقى بصة كده بصة كده. مش مرتحالك يا ابني مش مرتحالك. اللي هو بتلاقي ايه هو بتدي يا زوخ.